موسيقى قئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالع على وضعية حقوق الإنسان في بعض المؤسسات والمصالح العمومية والخدمية بوليات وفشوطة الغربية خلية الدرك الوطني لوقات من المخدرات والمؤثرات العقلية تطرق مدينة وذيب وحملة تحسيسية حول خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية موسيقى الزبانية الأربعون الشاب المختلفة في ولاية الوطنية يؤكدون على ضرورة نبذ خطاب الكراهية وترسيخ قيم المواطنة في نهاية أعمال الملتقى المنظم حول خطاب الكراهية موسيقى أينما كنتم مشاهدين كرام حياكم الله ولم بكم لا تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من قناة الموريتانية والتي ترافقني فيها بلغات الإشارة زميلة أسماء منت عثمان أجرى رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ القازواني في قصر الأليزيا بباريس لقاءا مع نظيره الفرنسي سيد إيمانويل مكرون استعرض فيه مسيرة تعاون القائمة بين البلدين وسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المشالات وأكد الرئيسان عزمهما على تطوير هذه العلاقات لتكون في مستوى تطلعات الشعبين الصديقين وأشدد عزمهما على تنسيق جهودهما من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل أدى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة لبعض المؤسسات والمصالح العمومية والخدمية بولاة وكشوطة الأربية وطلع رئيس اللجنة على وضعية حقوق الإنسان بالمؤسسات المزورة ومدى ملاءمتها لأداء هذه المهمات الموكلة لها واستمع إلى آراء المواطنين حول أدائها ومختلف المشاكل المطروحة المدرسة رقم واحد بمقاطعة الإكستر وزانوية تبرغ زينة كانت أوجة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم البحبيني وداخل أقسام هاتين المؤسستين التعليميتين يطلع على سير الدراسة فيهما حيث قدمت له شروح من قبل الطاقم التربوي تناولت السبول المتبعة في مجال التدريس والنواقص الملاحظة رئيس اللجنة وخلال زيارته للمشاءات التربوية يطلع رفقة وفد من أعضاء اللجنة على ظروف التدريس في مدرسة المعارف الحرة حيث استقبل من طرف مديرها العام محمد ولطالب وتجول الوفد داخل أقسام المدرسة حيث استمعوا إلى شروح تضمن الطرق التدريس والمواد التربوية الخاصة بالبرامج المقررة وتطرقت الإضاحات إلى الإجراءات المتخدة من أجل توفير ظروف ملائمة للتلامذ والطلاب والطاقم التربوي التجمع المدرسي الحر الرماليات لصبلت حظيه والآخر بزيارة تفقدية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأفور وصول وفد اللجنة استقبل من طرف مديرتها العامة السيدة تومت سيدين والسيديا الطاقم التربوي في التجمع قدم إضاحات حول مناهج التدريس ومدى ملائمتها للمقرر الدراسي إضافة إلى ما تقدمه هذه المؤسسة من خدمات صحية وترفيهية واجتماعية لأسر الطلبات والتلامذ المحدودة الدخل نحن اليوم عندنا تركيز على موضوع من أهم المواضيع اللي هو التعليم والتصريح اللي 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 نعدلوا اليوم عنده دلالة كبيرة بين اللي معدلينه من أول مدرسة في النواكشول المدرسة رقم واحدة في الكسار أولا نذمن فيه تركيز السلطات العمومية على ميدان حقوق الإنسان بصفة عامة ثانيا نحثوا فيه عن الأولوية بطبيعة الحال يا الله تعود معطيها للصحة والتعليم هذا بديه التعليم اللي نقولوا فيه عن فم ياسر من النواقص وفم ياسر من الملاحظات اللي فات دونتها اللجنة خلال حملاتها الماضية اللي يتأكدها بنواكشوت اللي يتعدل بها تقرير وعلى مستوى سوق السمك بالعاصمة يطلع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم البحبيني على وضعية هذا السوق وما يقدمه من تموين للأسواق الوطنية وفي هذا اللقاء الذي حضره موسيل اتحاديات الصيد التقليدي والنقابات بيّن المدير العام المساعد لسوق السمك بالعاصمة سيد محمد محمود العمر أن السوق انشئ سنة 1997 كثمرة تعاون بين بلادنا واليابان ويقوم بتزويد الأسواق بالأسماك إضافة إلى أنه يوفر العديد من فرص العمل للمواطنين رئيس اللجنة وضح في كلمته أن اللجنة هيئة دستورية استشارية مستقلة تعنا بحماية وترقية حقوق الإنسان من جانبهم تطرق المتدخلون في اللقاء إلى ضرورة العناية بهم مطالبين بمرتنة هذا القطاع الحيوي وفي مباني بلدية تفرعزين ترأس رئيس اللجنة هذا الاجتماع مع ممثل هيئات المجتمع المدني أطلعهم فيه على دور اللجنة في مجال ترقية حقوق الإنسان دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور المحوري اللي عندها هو عنها تعود حلقة وصل من بين المجتمع المدني والحكومة من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان عمدة بلدية تفرعزين السيد الطالب المحجوب رحب باسم السكان بوفد اللجنة مبرزا أهمية الدور الذي تقوم به متعهدا بمؤازرتها وإصال رسالتها وفي مبنى الفرقة الغربية الخاصة بالقصر المتنازعين مع القانون اطلع رئيس اللجنة على ظروف هذه المفوضية حيث قدمت المفوضة هندمة شيخنا والمحمد الأغرف مهامها المتمثلة في حجز ورعاية الأطفال القصري وتجول رئيس اللجنة داخل مصالح وإدارات هذا المرفق الأمني وما يقوم به من خدمات في مجال الحقوق الإنسانية الخاصة بالقصري المتنازعين مع القانون وفي عاصمتنا الاقتصادي نواديبو أطلقت خلية الدرك الوطني للوقاءة من المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع ولاية داخل نواديبو حملة تحسيسية حول خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية تستهدف هذه الحملة المؤسسات التعليمية والثقافية والدعاوية والجمعيات والروابط والنوادي والمنظمات غير الحكومية بهذه المدينة الحدودية نماذج من المخدرات والمؤثرات العقلية ذات الخطر البالغ يتم عرضها في مدينة نواديبو ضمن الحملة التحسيسية المنظمة من طرف خلية الدرك الوطني للوقاية بالتعاون مع ولاية داخل نواديبو وتستهدف هذه الحملة التوعوية المؤسسات التعليمية والثقافية والتوجيهية والروابط والجمعيات والنوادي الشبابية والمنظمات غير الحكومية وفي مرحلة لاحقة نزلاء السجن المدني نحن على مستوى الإدارة الجاوية للتعليم ومفاتشية المقاطعة نحتاج لهذا النوع من الحملات في الوساط المدرسي نظرا لملاحظة انتشار بعض الظواهر الخطيرة التي تؤشر لتعاطي المخدرات في بعض الأوساط المدرسية ونأمل أن تكون هذه الحملة فرصة لتعزيز هذا التحسيس في الوساط المدرسي حول هذه المخاطر لديبو العدن هنا لمستوى عدن الدارك حقا تسن في ياسم استفادة وهم أين المخدرات نحن ما كنا نعرفهم وهم مش مخاطر ما كنا نعرفهم عن المخدرات والحمد لله اليوم أصبحنا نعرفهم المخدرات داخل علينا ونحن ما نعرف مدى خطورة على الشباب ومدى خطورة على المجتمع وعلى الدولة لذا من المهم جدا على أن نقوم كاملين بهذه الحملات من أجل التخفيف من أضرار المخدرات حفل انطلاقة الحملة التحسيسية للتوعية بخطر المخدرات جرى بحضور والي ولاية داخلة وريبو وكالة وحاكم المقاطعة وعمدة مدينة وريبو ومنتخبها وشخصيات أخرى ومثل التشكيلات الأمنية والعسكرية بالولاية في ظل حرص من قطاع الدرك الوطني على إبراز النتائج السلبية لاستعمال المخدرات في إطار خطة وطنية تعتمد جانبا تكوينيا وتحسيسيا لصالح كافة المعنيين والمتدخلين لتحصين المجتمع لقد تم الإعداد لهذه الحملة بشقيها التحسيسي والتكويني لكي تشمل كافة المؤسسات المدنية المتاحة وكافة القطاع الأمني والعسكري تحت قيادة المنطق الأولى فمدانيا قد تم التخطيط لكي تشمل هذه الحملة كافة المؤسسات التعليمية الأساسية والثانوية والمهنية بالإضافة إلى اليد العاملة بالإضافة كذلك إلى القصر وإلى نزلاء السجل المدني متدخلون بعد ذلك أكدوا أهمية هذا النشاط حول ضرورة الوقاية من المخدرات داعين إلى مزيد من الأنشطة التثقيفية خاصة داخل الأوساط الشبابية وطلب المتدخلون بوجود مراكز للعناية بالذين يتعاطون المخدرات باعتبار أن الوقاية خير من العلاج وخلال هذه التظاهرة تم عرض فيلم تحت عنوان المخدرات تقتلنا تناول ظاهرة المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع خاصة الفئات الشبابية القوة الحية لأي مجتمع وعماد ناضته وهو ما يستدعي تكاثف الجميع من أجل الحد من ظاهرة المخدرات وانعكاساتها السلبية مشرتنا متواصلة وفي ملفها تتابعون استلامة الطرقية بين تدعيات الحوادث وتنفيذ الإجراءات وإلى ولاية تقالت حيث اختتمت بمدينة تيجيكجا فعاليات الأيام الثقافية لحي الإقديمة بالمدينة التي استمرت راهة أيام وقد عبر منظم هذه التظاهر عن سعادتهم بنجاح هذه النسخة وتحقيقها لأهدافها الثقافية هكذا بدت وداعية الأيام الثقافية لحي الإقديمة الأثري التي استمرت ثلاثة أيام بليالها انتظمت هنا على هذه الخشبة عدة أدوار غنائية انتقت في مجملها أصالة الموسيقى الموريتانية بمقاماتها المتنوعة الميرجانو كان فرصة للتذكير بأهمية الثقافة والتراث ضمن التوجهات الكبرى للحكومة التي وضعت خططا استراتيجية للحفاظ على المورث الثقافي وحماية الآثار التراثية لبلادنا لقد تابعنا معكم على مدى ثلاثة أيام بليالها فعاليات متنوعة ثقافية وفنية وتحسيسية نظمتها جمعية حماية كستراتيججا القديم بهدف لفت انتباه الساكنة المحلية حول أهمية المحافظة على هذا الإرث الإنساني الهام لا يسعني إلا أن نقدم باسمكم جميعا تشكراتنا للقائمين على جمعية حماية كستراتيججا القديم لجهودهم الجبارة في المحافظة على حي القديمة النسخة للحالية المهرجان فريدة ومميزة في عيون لمنظمنا بحسابات نتائج ومستوى الاهتمام هذه النسخة نعتبر ناجحة بجميع المعايير ناجحة من حيث الفعاليات اللي نظموا بها لشملوا جميع الجوانب المتعلقة بالثقافة والحطار وجميع الأمور التي تتعلق بحماية كستراتيججا القديم والموروث الثقافي والحطار وناجحة من ناحية أخرى من ناحية إقبال المواطنين عليه من ناحية ثالثة استجابت السلطات المحلية السلطات الإدارية والجيوية والبلدية والسلطات الأمنية مع نشاطنا هذا يطوي حي القديم الأثري أيامه الثقافية بعد أن قدم رسائله ومغزى احتفاليته السنوية ليضرب موعدا المهتمين بخصائصه الثقافية والأثرية ومميزاته التاريخية في سنة مقبلة ودائما في مدينة تيجججا احتضر الكيلومتر العاشر جنوب المدينة نقطة انطلاق المرحلة الرابعة من مسيرة رالي أفريكا تبلغ مسافة هذه المرحلة 420 كيلومتر شمال تيجججا فجر جديد أن رضياؤه الأفق مؤذن ببداية مرحلة جديدة من سباق رالي أفريكا لانتظام الباكر هنا على خط البداية يستبطن شغف لدى هؤلاء المتسابقين لاكتشاف مساحات جديدة من التضاريس انطلقت طلاع الرالي بدراجاته النارية واتبعت السيارات المتوسطة المشاركة والسيارات الصغيرة وبقية المركبات والشاحنات الكبيرة برعاية وتوجيه طائرات الهولوكو التي تشكل عين الصقري وقاعدة البيانات في تزويد المتسابقين بإحداثيات المسار الاختبار في هذا المقطع من رحلة الرالي البالغ أكثر من 400 كيلومتر سيكون اختبارا لقوة المحرك وأمد قدرة الإطارات على الصمود في وجه الصخور استغطنت هذه الرمال والصحالي لا مجال هنا للفشل أو السقوط في حوار المحرك والرمال فكلما علت هامات هذه التلال كلما صفع صوت الرفض والتحدي الميكانيكي لدى هؤلاء المتسابقين إذا بدل من الوصول إلى خط النهاية وتحقيق انتصارات في مسار موناكو داكار رياضي تكون موضوع السمر لهؤلاء إلى جن الظلام ودافعا معنويا لتسجيل نقاط ضمن هذا الرالي الرياضي وهنا بالعاصمة وفي طار الرفع من مستوى أداء إذاعة الخدمة العمومية نظم مركز الإعلام بإذاعة موريتانيا منصة تفاعلية خصصة للشباب ودوره في صناعة الرأي العام تطرق المحادرون في المنصة لموضوع ما يعرفوا بالاندماج بين الإعلام التنموي وتيارات الوعي الشبابي التي تمتلك إرادة التغيير ويحركها الطموح المشروع نحو غد مشرق نظمت إذاعة الخدمة العمومية بإذاعة موريتانيا منصة تفاعلية شبابية تحت شعار الشباب مستقبل وطن لمشاركة عدد من المدونين والنشطاء على منصة التواصل الاجتماعي وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق تكامل بين الإعلام التنموي وتيارات الوعي الشبابي التي تمتلك إرادة في التغيير كما تفتح هذه المنصة المجالة أمام الشبابي للتعبير عن آرائهم وآمالهم ونظرتهم للمستقبل وقطع الطريق أمام خطاب الكراهية والتطرف والنزعات الفئوية المشاركون في المنصة تابعوا عرض مفصلا حول دراسة تشخص واقع الشباب وكافة الاختلالات التي يعيشها والسبل التي تمكن من تدليل العراقيل التي يواجهها إن مطالبة الشباب بلعب دور في الحياة العامة أو تأذير في الرأي العام أو مساهمة في التنمية وحضور وطني يتطلب في البداية تشخيصا موضوعيا لواقعه والاطلاع على ظروفه وآماله وطموحاته وحتى آلام بعضه الناجمة عن انعكاسات مراحل مختلفة من الغبن أو نقص في فرص التعليم أو بعض إكرهات الحياة بشكل عام إن التشخيص الموضوعي الذي يحيط بجميع جوانب الواقع الشبابي اليوم سيساعد على دقة التدخلات وملامستها لواقع الشباب وعلى تذليل العراقيل والتحديات المتوقعة كما يؤسس لمستقبل أفضل ويحدث القطيعة مع أنصاف الحلول والاستراتيجيات السطحية المهدئة التي تتعامل مع النتائج بشكل محدود دون معالجة الرحم التي أنتجت وتنتج الأزمة وتصدرها وترعاها مدخرة الحاضرين من النشطاء الشباب صبت في مواضيع مذر معاناة الشباب خلال العوام الماضية واستغلاله كوقود لمعارب سياسية مسجلين بارتياح الانفتاح الملاحظة لوسائل الإعلام العمومية أمام هذه الفئة المهمة من المجتمع داعين إلى إيجاد مشاركة أوسعة لكل الطبقات الاجتماعية وعدم التركيز على النخب السياسية والثقافية فقط اختتمت بنواكشوط أشغال ملتقا حول خطاب الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أضم من قبل بصارة التشغيل والشباب والرياضة بالتعاون مع مناسقية الأمم المتحدة في موريتانيا قد خرج المشاركون البرغ عددهم ثمانية وأربعين شابا من مختلف ولايات الوطن بجملة من التوصيات حول ضرورة نبل خطاب الكراهية وترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على اللحمة الاجتماعية العمل على توفية الشباب بأهمية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي وترسيخ قيم المواطنة مع العمل على رفع مجتوى الوعي بهذه القيم داخل الوسط المدرسي والجامعي وتربية الأجيال الناشية عليها إضافة إلى إشراك الفاعلين الجمعويين من المجتمع المدني وقادة الرأي كالأئمة والأولماء في محاربة خطاب الكراهية هي أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى المنظمي من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب منسقية الأمم المتحدة في بلادنا حول خطاب الكراهية في وسائط التواصل الاجتماعي هذا الخطاب منتشر في وسط الشباب بالتالي نحن كشباب نقير العقليات ونساهم في تنمية البلد ونعرض الخطاب الكراهية ما هي بني الخطاب الكراهية العكس يدمر الدول ونحن راجعين عننا إن شاء الله وذلك استفدنا هنا نعود سوفراء في ولاياتنا وذلك حولهم كامل من المقاطعات والولايات وننفيدهم إن شاء الله ونحدهم إن شاء الله في الريف وفي الضواحي كاملة من هذه الظاهرة وخرجنا بتوصيات مهمة منها تنظيم ورشات منها تنظيم لقاءات فتح فضاءات للحوار التطرق لهذه الظاهرة والدخول والقوصفة عمقها لذلك نأمل أن كل الشباب الذين يشارقون معه خاصة الشباب الداخل كل واحد سيعود إلى موطنه ممسقط راسي ويحمل معه هذه الأفكار التي تجمعنا نحن كلكم مرتينيين الملتقى المختتمي عرض وشاركة 48 شابا من مختلف ولايات الوطن بعد ثلاثة أيام من النقاش الجاد والتحليل المعتبر لمضامين إشكالية خطاب الكراهية المتشر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي ها أنتم تمكنتم من إعداد جملة من التوصيات البارقة الأهمية تكملة لهذه الدراسة التي ستبظف لصالح الأجهال الناشئة على كافة التراب الوطني نمذر هذه التوصيات والأفكار النيرة التي أحرصتم خلال هذا الملتقى كفيلة بالتعريف بأسباب خطاب الكراهية ومضامنه الاجتماعية والتربوية والثقافية مما يسهل البقاية منهم في المرحلة الأولى وفي المحرات الثانية كشف ملابساته لتعزيز المنظومة البقائية للعمل المشترك لمواجهة هذا التحدي السيد محمد الحسيني مستشاري السلم والتنمية بمكتب منسقية الأمم المتحدة في بلادنا ثمن التوصيات التي تمخضت عنها أشخال الملتقى مشيرا إلى أن منسقة الأمم المتحدة في موريتانيا لن تلو أي جهد في سبيل ترجمة التوصيات الصادرة عن الملتقى إلى واقع ملموس دعما لترقية وتنمية المشاركة الشبابية في جهود التنمية المستدامة في موريتانيا الملتقى دعا المشاركنا فيه إلى أهمية استقلال منصات وشبكات التواصل الاجتماعي لإنتاج خطاب مضاد لخطاب الكراهية وتوظيف هذه المنصات الاجتماعية لخدمة وترصيخ قيم المواطنة وتحقيق التنمية الاجتماعية أطلقت جمعية بيتنا لترقية واستقرار الأسرة من مباني بلدية تجنين دورة تكوينية حول اقتصاد الدخل المحدود لمعيلات ثلاثين أسرة مساكنة البقاطعة وستواجد دورة تكوينية بتقسيم سلات غذائية على المستفيدات من التكوين الذي يستمر طيلة يومين يعتبر موضوع إدارة وتسيير الدخل المحدود لا أهمية قصوى نظرا لما يمنح الأسرة من فرص لا تعوض بثمن وفي هذا الإطار تتنزل هذه الفعالية المنظمة بهدف تعزيز قدرات محدود الدخل من المجتمع وترقية مهاراتهم في هذا الجانب ننوه إلى أهمية اختيار هذا الموضوع وهو إدارة وتسيير الدخل المحدود ونعتبر بأن الذي يكفل احترام وتقدير معيلات الأسر والفقراء والمحتاجين بشكل عام ويعزز من قدراتهم ويضمن لهم مصادر دخل مستمرة هو جانب التكوين ونظرا للكثافة السكانية في مقاطعة تجونين بولاية نواكشوط الشمالية وقع الاختيار على المقاطعة لدعم معيلات الأسر ذات الدخل المحدود من خلال برامج مستمرة تتضمن مشاريع مدرة للدخل وقروضا وتمويلات تحقق الاستقلال المالي للأسرة تنظيم هذا النشاط يدخل في عدة برامج موجهة لهذه المكونة الأساسية من المجتمع الموريتاني تفتقد كثير من الآليات تفتقد لكونها ناشطة تفتقد للعمل تعاني من الفقر تعاني من كثير من المشاكل تكوينها لأن الإنسان في بعض الحالات يكون عنده موارد لكن في نفس الوقت ما عنده آليات تكسير هذه الموارد وتمثل التظاهرة بداية لانطلاق انشطة شراكة في العمل الجمعوي والخيري بين جمعية بيتنا لترقية الأسرة ودعم الاستقرار الأسري ومؤسسات محلية إيمانا منا بضرورة تكثيف الجهود الموجهة للعمل الخيري وتجسيد الأهداف الرامية إلى المساهمة الفعالة في تكريس العمل الخيري والتكوين والتأهيل نشرف على الانطلاق الفعلي للدورة التكوينية حول اقتصاد الداخلي المحدود لأذلاثين من ربيات الأسرة في تجونين وتعتبر جمعية بيتنا لترقية الأسرة ودعم الاستقرار الأسري أن العملية التكوينية المنظمة لصالح مؤيلات الأسر في مقاطعة تجونين والسلات الغذائية التي ستوزع في ختامها على المستبيدات مقدمة لسلسلة أنشطة ستشرف عليها الجمعية في إطار جهودها التوعوية في العاصمة دعما لساكنة الأحياء الشعبية تشكل سلامة الطرقية أولوية لدى الحكومة الموريتانية لذا تم اعتماد استراتيجية جديدة للحد من حوادث السير ويرى المشرفون على تنفيذ هذه الخطة أنها بدأت تعطي نتائج إيجابية رغم أنها لا تزال في مهدها الملف التالي يستعرض الجهود المبذولة للحد من الحوادث من إعداد السميل عبد الودود والسيدنة كم هو مؤلم أن تفقد أباً أو أماً أو أخاً أو صديقاً في حادث السير المفاشر؟ وكم هو مؤسف أن ترى أو تسمع عن ضحايا هنا أو هناك نتيجة حادث السير المروع وكثيرة جداً هي الأرواح البشرية التي راحت ضحية هذه الحوادث وكثيرة أيضاً هي الأخطاء الفاتحة التي يرتكبها السائقون أثناء المروع لذلك باتت حوادث السير في موريتانيا مصدر قلق الكثيرين فقد شهدت البلاد مؤخراً حوادث السير مؤلمة كان القاسم المشترك بين معظمها هو السرعة المفرطة وتهالك بعض الطرقات منطلاقاً من هذا وتماشياً مع حالة السلامة الطرقية فعلت الدولة الموريتانية وأعمال المجلس الوطني للسلامة الطرقية برئاسة الوزير الأول أسير إسماعيل بدو للشيخ سديع يهدف هذا المجلس الذي يضم عدة قطاعات حكومية إلى الحد من حوادث السير في ظل تسارع وطيرتها داخل العاصمة وخارجها بالنسبة لإجراءات المتخذة في السلامة الطرقية هذه الحكومة الحالية بعد تعيين هذا الأسبوع الثاني من اجتماع المجلس الوزراء لهذه الحكومة تم المصادقة على تفعيل المجلس الوطني للسلامة الطرقية وهذا المجلس تمشاهه من 2011 وأول مرة يتم تفعيله مع هذه الحكومة الحالية في المجلس الثاني له نتيجة للرؤية التي قاضها الحكومة الجديدة في أخبار ذلك يقالوا السلامة الطرقية وذلك المجلس الذي هو مجلس الوطني السلامة الطرقية يتكون من 11 قطاع حكومي بما في ذلك وزارة تجهز النقل ورأسه معالي الوزير الأول ومن خلال الاجتماع الذي يعدد خرجوا بتوصيات وذلك التوصيات هي التي من خلالها شفتوا لي إجراءات بدون ينقبوا يبدأ انطلاق الشيء قالوا الحمد الوطني السلامة الطرقية التي شرف عليها معالي الوزير الأول وفي هذا الإطار يواصل مكتب السلامة الطرقية العمل جاهدا من أجل تقليص هذه الحوادث عبر فرقه المنتشر على مختلف المحاور الطرقية التي تربط بين عواصم الولايات وبعض المدن الداخلية وتسعى هذه الفرق إلى توعية وتحسيس السائقين على خطورة السرعة المفرطة والحمولة الزائدة وعدم توخي الحيطة والحذر أذناء السير عندنا حملات نعدلوهم يمشي مكتب الرقابة الطرقية شور المناطق مثلا الخطيرة يقولوا تقريبا يعود شور جوك وعنده شتف وعنده تنزاك يعود المناطق تقريبا اللي دائما فيها خطورة يحاول يوعي الناس على الحد من الصرعة وعلى الأخذ إجراءات السلامة الطرقية ناهيك عن الحملات نعدلوه عن طريق التلفزيون الرسمي وعن طريق التلفزيات الخصوصية وعن طريق الرجو وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مجالة أخرى ونظر لأهمية الدور الصحي في هذا المجال وخاصة وقت نشوب الحوادث ترابط فرق وزارة الصحة جنبا إلى جنب مع ملظمات وهيئات المجتمع المدني ترابط بالسيارات المجهزة بالمعدات اللوجستية والطواقم الطبية إضافة إلى التكفل بعلاج المصابين دور وزارة الصحة فيها هو التكفل بحوادث المرور من عند وقوع الحادث إلى الوصول للمستشفى هذه العملية هي فيها أربع سيارات إسعاف كل واحدة منهم تغطي مسافة تقريبا خمسين كيلومتر إلينا اللي يخلق فيها حادث لا هي تم الاتصال برقم الرقم الأخضر اللي عندنا هو هو لسونتر دافل لكن الرقم الأخضر فيه طواقم 24 ساعة إلى 24 ساعة هنا وفي زاوية أخرى من المشهد تتحرك عناصر التجمع العام لأمن الطرق من أجل مراقبة الطريق وسلامة المواطن وتطبيق الإجراءات والقوانين المتخذة في هذا المجال والتركيز على المخالفات التي بإمكانها أن تسبب خطورة على الركاب أكثر المخالفات التي تأخذ لنا هو تيار ارتفاع الحمولي التحديد مع بداية مواكبة العمل جبرنا من هيسر لقد بدت بالتناقص كنا نعدل منها العشرات يوميا لقد بدت التناقص بدت ناس تفهم عن هذا لأنه لا بد منه وعن عاد واقع لا بدت تعيش معه لأن المخالفات ماتروا محبولين وخارقي مملي مخالفة احتكاك العجلات والسيارة عجلات ماتروا صالحين للكبح ماتوا يحكمون لكن نقدر سيارة نقول لهم لها يبدل عجلات يجيب عجلات من مواكشو طالعا عنده هو سكور يبدل عجلات ضعين المكان حتى أنه يجعلون يتخطأ ونظر للدور المحوري الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في مجال السلامة الطرقية فإنه ذمت عدة إجراءات واستراتيجيات متبعة من أجل توجيه وتنبيه السائقين من جهة وردعهم وعقوبتهم وفق الإجراءات القانونية من جهة أخرى الدرك الوطني من مهامه الإدارية سلامة الطرق وتأمين الطرق بطار الشرطة الإدارية من مهامنا تقليدية المقطع ما بين الأقوة وتلميت مقطع أساسي وأكثرية الحواد تقع عليه بالتالي الدرك تخلق قدر من الإجراءات عندنا مراكز هابتة وعندنا دعموها بدوريات دوريات القطاع هدف منها هو توعية المواطنين والسائقين والمقيمين على سلامة الطرق والحث والحد من الحوادث المؤلمة التي تحصد الأرواح يومياً وبما أن السائقين وأصحاب الشركات العاملة في مجال النقل يشكلون البوصلة الحقيقية لهذه الإجراءات ولا يمكن أن تحصل سلامة طرقية إلا بمعيتهم ورغم أنهم يعللون الأمر ببعض الخرقات والنواقص فإنهم يتحدثون بشيء من القبول بهذه الإجراءات وإن كان على مضط نحن طلبنا كان يقاب حرور السلام السائقين طلبنا أن بوندو صورتي يالله تهي قد ندار فيها عند البوليس آخر صورتي للبوليس والله جنظر مري ندار في هذا الشفار جانا عن تحنا هذا الشفار وعدين ضرب مثال وعدين بوتين جاء لصورتي بوليس الساعة الرابعة نطلص منها الساعة الرابعة يالله إذننا نعرف جاء البوتين إلى كم الساعة لين يجينا إلى بوتين 150 كيل هو يالله 150 كيل جاءنا إلى ساعة ونص يعني أنه يشرق الصرعة هون مفرقة خلق هذي هي الحق اللي نعلم أنه ما هو قضية الحمولة الزائدة الحمولة الزائدة احنا قال قال لنا احنا لنا احنا بياسنا من اللي نديروا فيهم شي لا يضرهم فهمتي لكن السلطة هي اللي فارضة علينا السلطات فارضين علينا لا قضية فوليم توافقين احنا والسلطات والله فارضين علينا إنما نتعدى السبعين سنتيم ومن أجل تفادي الحوادث المرورية أو على الأقل لأسبابها استحدث مكتب السلامة الطرقية نظاما معلوماتيا جديدا يقوم بكشف وتحليل أسباب الحوادث إضافة إلى تسهيل الإجراءات الأولية التي عادة ما يتبعها عناصر الأمن بعد وقوع الحادث كشف وعدل لكن عنصر الأمن الله يعدل الكونستان بدل من يوقف تقريبا هو منطقة تقريبا على طرق الوطنية منطقة عدما هي مساعدة على أنه يوقف ويتم يكتب السيارة خلق وخلق خلق عدنا أننا كشف وهذا الكشف فيه ديكود عايدين مثلا السيارة عندها رمز ديكوش إحدى ذلك الرمز معنى أنه ما يقوم منه الوقت ويعطينا من المعنوات التي ندوره وتفيد الإحصائيات الصادرة مؤخرا خاصة بعد قانون تحديد السرعة تراجعا نسبيا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير ويرجع ذلك حسب المهتمين إلى عامل توعية السائقين خاصة على المحاور الرئيسية التي عادت ما يسلكها المواطنون في فترات المواسم والعياد الحمالات التي لدينا مثلا انخفاض نتيجة التوعية انخفاض الحوادث مثلا انخرص الشهر الساد عندنا حادث غير مميت عندنا تقريبا عندنا 191 هذا بالنسبة الشهر الساد بالنسبة لشهر السابع 176 معنى بدل 191 أرجع شهر 176 انخرص حادث مميت معنى أدي الموت ويدي الوفيات 14 حادث خلقت في شهر الساد وعندنا في شهر السابع خلقوا 9 حوادث يلينا خلصوا الحوادث المادية معنى صدام بين السيارات خلق خسر المسائل المادية في السيارة من راسها في شهر الساد عندنا حوادث المادية 155 حادث عندنا في شهر السابع 182 ورغم كل هذا تبقى العقلية الموريتانية المهوسة بحب السرعة والإهمال أحيانا وعدم الحذر من المخاطر أحاين أخرى تبقى صامدة أمام كافة الحلول المقدمة في مجال السلامة الطرقية الأمر الذي جعل حوادث السير في موريتانيا ما زالت تشكل معضلة حقيقية تؤرق المواطنين على كافة التراب الوطني شكرا لزميري عبدالود والسيدن الذي عد هذا الملف بذلكم تتكامل عناصر هذه النشرة إلى التذكير بالعناوين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطلع على وضعية حقوق الإنسان في بعض المؤسسات والمصارح الأمومية والخدمية بولايات وكشوط العربية خلية الدرك الوطني للوقاة من المخدرات والمؤثرات العقلية تطلق من مدينة وديبو حملة تحسيسية حول خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية 8-40 شابا من مختلف ولايات الوطن يؤكدون على ضرورة نبذ خطاب الكراهية وترسيخ قيم المواطنة في نهاية أعمال الملتقد منظم حول خطاب الكراهية بإمكانكم مشاهدين الكرام متابعتنا التواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهر أمامكم على الشاشة هذه تحية من زميلتي أسماء متعثمان التي رافقتكم بلوقات الإشارة تحية مني ومن الفريق الفني الذي واكبني كذلك في هذه النشرة تحيانا جميعا السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر